راح أمامها راحا ودوروا عليها راحوا لقاء السبايكر راحوا البغداد المطار ما خلينا مكان ما دورنا عليها ماكو ماكو أبد لا استلمنا جثة لا مثل نعرف وين ابنة هاي مئت صار دخلنا بالسنة العاشرة هسه كمنا التاسعة وهاي العاشرة ما ندرو وين ما وين ابنة ميت عدل بس الله اللي يعلم واشوفين أبو والله مريض صار بي سكر صار ما أدرش بي والله العظيم لأنه بس هذا الواحد عندنا ما عدنا غيره نستنكر هذا العمل الجبان اللي سووه هاي الشباب هاي الحلوة اللي بعمر الوردة اللي يتموا أطفالهم حزنوا أمهاتهم رملوا نساءهم شا سوا يعني شريده قلتش اوصف لتش يعني أنا حالي مراحبني لليوم مالله العظيم لو أراويش بس العلاجات هلقت القلب والسكر والضغط ويومية واقعة كفيلش الله هسا أتمنى أقول بس أدفني خليطوني أعظاما وأدفنا على مدرتاح حتى من أنا يعني قلت يقول أموت مرتاحة أموت وآن مرتاحة ليش أنا يومي أنتظر قال سبحانه وتعالى في وصف النفس البشرية فألهمها في جورها وتقواها هنا يبدأ الصراع الصراع كما قلنا بين المقدس والمدنس عبر التاريخ وكذلك في الزمن المنسي عصر الأسطورة فكانت سبايكر تمثل الصراع كما قلنا بين الحق والباطل وكان النصر للحق بحيث أن الباطل كان مدحورا لأن هو الإرهاب هي من قامت بفعل حقيقة وبجريمة بشعة خسيسة إذ أخذت شباب هم عزل مجردون من السلاح ولم يتعاملوا معهم تعامل الأسهير في الإسلام بينما هم يدعون أنهم مسلمون فقاموا بهذه الواقعة الخسيسة لكن هناك مصدر الحق مصدر الإشعاع مصدر النور إذ قامت المرجعية الحكيمة بأن تقتص وتجتث هذا الباطل وهذا الفعل الدني بإصدار فتوى الجهاد الكفائي هذه الجريمة التي ارتكبتها عصابات داعش الإجرامية يجب أن لا تمر دون حساب للأسف الشديد نحن كمواطنين وكمثقفين نستنكر وبشدة بقاء مرتكبي جريمة سبايكر التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أعظم جريمة جماعية في العصر الحديث وبقي مرتكبو هذه الجريمة البشعة طلقاء دون أن يطالهم القانون للأسف الشديد وأكرر ونطالب باسم الثقافة العراقية أن لا يفلت من حساب هذه الجريمة أي مرتكب منها الظلم الذي وقع في سبايكر كان أساس انطلاقه للقضاء على الإرهاب في العراق الموحدة وخصوصا في الفترة التي كانت بعد واقعة شهداء سبايكر والحمد لله وشكر في النتيجة النهاية انتصر دم شهداء سبايكر على الإرهاب وكانوا منارا وسيبقون منارا إن شاء الله ينير درب العراقين موسيقى